المهام الشخصية ومهام المقرر الدراسي بنهاية هذا العنصر التعليمي ستكون قادراً على إضافة مهام شخصية إدارة المهام الشخصية ومهام الدورة التدريبية من الصفحة الرئيسية اذهب إلى أدوات واضغط المهام تظهر صفحة بها مجموعة من المهام بالنظر إلى المهام تجد على اليمين عنوان المهمة والأولوية وتاريخ الاستحقاق والحالة ثم النوع ويتم الاختيار بين مهام شخصية أو مهام دورة تدريبية لإدارة المهام وتغيير حالتها اذهب إلى عنوان المهمة واضغط على السهم المجاور لها تجد قائمة بها ثلاثة اختيارات وهي تعيين الحالة لم يتم البدء تعيين الحالة قيد التقدم تعيين الحالة مكتمل وتختلف المهام الشخصية عن مهام المقرر في إضافة خيارين آخرين لقائمة المهام الشخصية هما تحرير وحذف ولإنشاء مهام شخصية نضغط على إنشاء مهمة شخصية تظهر صفحة إنشاء مهمة شخصية أدخل عنوان المهمة والوصف وتاريخ الاستحقاق وأولوية المهمة ثم اضغط إرسال تظهر المهمة في قائمة المهام لنراجع ما تعلمناه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر